اشتركوا في القناة اذا فكرة وطريقة يتسير ماشي ايديك الله يجزيكم بخير ممكن اخذكم توقفوا مع الشباب لان الشباب بحاجة ما استل المسؤولين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم زهير سكندوش بطل بطل مغرب وبطل افريقيا في رياضة تاكواندو وفاعل جمعوي وممثل جمعة للشباب هنا في ساكنة سخيرة تمارا انا اليوم كناشد عامل صاحب جلال الملك محمد السادس عن عمل سخيرة تمارا انه يشوف الوضعية ديال الفئة ديال الرياضيين انا كبطال اليوم سديت النادي ديالي متواجد في مرسل الخير ويعني دعوا لي بزفد ديال الاطفال والبطالات اللي كنتك راهنا اليوم في مستقبلنا في مجموعة ديال المحافة الوطنية والدولية وانا كلاعب مع المنتخب مغربي هزيت راهية المغربية خرج ارض الوطن وسمعت ناشد الوطن يعني بره اليوم انا سديت الاصال ديالي اليوم انا سديت الاصال ديالي ما عنديش باش نخلص الكرا سبع شهور ديال الكرا منيغا نجيب هالفلوس هذي باش نخلصهم اذا الوضعية صعيبة بزاف انا كناش صاحب جلال المريك محمد سديس الرياضي الاول عن هاد الرياضة هذي وكناش جميع المسؤولين اي واحد عنده يدف بانه ويقرر يساعد هات شباب هذو ويخلين انا نفتح هاد الرياضة هاد القاعة هذي ونماصر رياضة ديالي لاننا احنا في واحد الوضعية اللي ما عمرنا توقعناها اليوم شونينا اطفال مشونا شباب اللي في سين مراهقة لهذا شباب هذو حجبناهم من يعني من دور الصافية حجبناهم من احياء الشعبية ودخلناهم اللي يصال وساعدناهم وعاوناهم معنويا وماديا اليوم كنلقاهم انهم خرجوا اللي يصال مشو بحالهم هاد شباب همان اللي غي تعطوهم مخديرات هاد شباب همان اللي غي يقفوه للناس باش يقريسي وباش يشفروا ومن قولوش هاد شباب عش نوقع اليوم السباب هو انه اهمال من طرف المسؤولين وشباب كيف ما قلنا هدا يعني احنا كدور دينا وهذا يعني لازم ولا بد دمنو انه يكون احنا كناس مسؤولين انه نوصلوا هاد توعية لهاد ناس هدا ونقطة اللي مهمة ونقطة التانية لقاسة الاساسدة كامل هي واحد نقطة المهمة ان هاد الناس هادو المعيل الوحيد ديالهم هاد الانديا الرياضية ونشاطة ديالهم بحكم انهم داروا واحد نظام ديالهم اخدو اخدو على العتق ديالهم انهم يديروا حد تنمية داتية ويكونوا راسهم براسهم ويديروا واحد القاعة الرياضية باش يساهموا لا مجتمعا ولا هدف الهدف ولكن الدخل ديالهم للاسف الشديد هو ديك الرياضة المدد السبع شهر دابا وحنا نتنعانيه ماكي اللدع مادي من اي جهة وصية وبالتالي فهد الانديا هدي كلها يعني اغلب يد الانديا وصلوا لواحد الازمة نفسية ومادية مايقدروش انهم يكملوا فالتراكمة ديون كتير يعني القليل فهد الاساسي دا اللي متواجدين معنا دابا هنا عنده واحد ربعة مليون خمسة مليون دال ما بالوكب المصاريف دياله المعيش اليومي دياله بنسبة الاسار يعني ولينا اننا في واحد المسألة دا ان الناس كلها غدا تكيدي هاد المجال هادا وبالتالي اختهد الاسار هادو اغلب نشغل مدربي وكانت سيدة اللي كتنظف لنادي كين الناس لين معانا فاللمكتاب الناس المسيرين وهذا فهم بدورهم تهم عندهم واحد مصدر العيش دياله من هاد الانديا الرياضيه وبالتالي احنا فغادن إذا بقينامشين عن هاد المينوال هادا فكونن على يقينه أساد هو إن هاد الناس كلها غدا تضرر وبالتالي غدا الاسار ديالهم كلها غدا ماندهاش يعني مصدر عيش من غدا تعيش وبالتالي غنوليه في واحد الازمة وهي أزمة أسرية وأزمة المجتمع للهدى الناس الذين يمارسوا هذه الضريات هذه فكنت من نوم من الجي هدى المسؤولين يشوفوا من حال هدى الفئة المجتمع وهي فئة هي ركت تساهم لا بالغالي وبالنفس وبالقلير وبالكتير في بناء واحد المجتمع وهو مجتمع متماسك ومجتمع اللي يدافع العالم الوطني في عدة محافظ الدولية وتكون الصفراء هدى الأساسي دول هدى الأبطال تكون الصفراء دل بلاد ديانهم في عدة دول على الصعيد العالمي بالتالي فكنتمنى هدى الناس مسؤولين أنهم يعيدوا النظارفات القرارات هذه ويحاولوا أنهم يفتحوا اللي صال ولو إحنا مساعدين أن نشوف دوك التدابر الاخترازية وإحنا ندرناها في واحد كانت جور كانت تعطاة الإخوان واحد كانت جور تدابر الاخترازية داك الاسباز داك التعقيم داك هدى المسائل الكاملة إحنا مساعدين أن نحاول نقوم بها ويعطيه واحد المتنفس لهدى الأندية ولهد العائلات ولهد الناس اللي يشرفوا على الرياضة باش يحاولوا يعيلوا العائلات داك لأنه لو في واحد الحالة يرتلها ما قادنش أنهم يتحملوا كتر من هكا من المناسبة هاد الجائحة وقاعدينها سدينا الإرصال والضغفية داك الاسبع شهور المشكلة الوحيدة اللي عندناه هنا يا بغينا نحلوه بغينا نتحركو شوية بغينا نعرقوه بغينا مشيولينا الدراري مشيولينا مشيحمل حاجة الغريف الأمر بأن العملات ديالنا مكتشجل شي في الزف ديال الحالات ديال الكورونا مع ذلك أن الجمعية ديالنا كمين مسدودين وكين بزف ديال الناس اللي مضرين من هادشي وخصوصا نحن هنا كممارسين وكمسيرين وكاسمير هاد ترك معلنا بزف ديال الحويج ديال الديون منسبة ديال الجمعية وديال الأخر ومشولينا الممارسين والغريف الأمر أن هادشي هادشال السدال اللي عطاونا باش نسدوهنا هنا غير محدد يعني ما كينشي الموددة ولهنا سدينا سبع شهور دابا ومعرفنا شيمكن عودتين واحد سبع شهور خورا غريف الأمر كين مجالات أخرى اللي كين فيهم لزيحام وفيهم مش حامل حاجة وخدامين وإحنا يا سادين هذا هو الغريف الأمر شنو المشكل اللي كينما لحد ساعة ما فهمنا يا تحاجة بالنسبة للممارسين دابا الأغلبية كيتسنونا باش نحلوه وما كيتشي يعني من هناك واحد كي يجيسوه لكي قلقوا كتش تحلو له كتقول لي الغريف الأمر كتقول لي ما معرفناش بحال بحالكم هذا هو اللي إشكال الكبير اللي تحنا فيهم كممارسين وكرياضيين شكرا قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابونا ومعنا فلاش شين يوتيوب وبرجاجوا المحتوى في مواقع التواصل اجتماعي وما تنساوش تدير الجام